وطبعا عندنا فاقرة بناخدها في النزبط هو الجدل التحكيمي دايما عن الاسبوع وخاصة المباراة الاهلي او مباراة الزمالك يمكن اتحاد القرى خد قرار لذيذ ايه القرار اللذيذ مباراة الاهلي وامبي كان محدد لها يوم 27 اتأجلت مباراة الاهلي والنجم الساحلي 48 ساعة بقت يوم 26 فبقى من المستحيل لها بمباراة الاهلي وامبي يوم 27 في الوقت ان النادي لقى لها يسافر السودان يلعب واحد فبراير فحصل ايه حصل ان النادي التحاد القرى او اللجنة الخماسية عملت لعبة صريفة بانها تقدم مباراة الاهلي وامبي عشان تتلعب يوم الاربع طبعا المباراة في التوقيت ده صعبة جدا كمان كانت محدد لها استاد القائرة فاستاد القائرة بعد خطاب لاتحاد القرى او للجنة الخماسية ان مش هينفع استقبال مباراة الاهلي وامبي لان فيه تجهزات في الملعب من يوم 20 ليوم 25 فتم تأجيل مباراة الاهلي وامبي بحجة ان احنا بنمنح الفرص للفرق المصرية طب كلام منطقي جدا ظروف حصلت فتم تأجيل مباراة لكن عشان اجلنا الاهلي وامبي خدنا معها مباراة الزمالك والمصري وتم تأجيلها برضو الى اجل غير مسمى او بداية الدور التاني موضوع غريب جدا وكأن اللجنة الخماسية اللي خادت قرار تأجيل مباراة الاهلي وامبي هي غير خالص اللجنة الخماسية اللي فقرت في مصلحة الأندية وهي بتأجل مباراة الأهلي وإنبي نتمنى مباراة الزمالك ووادي دجلة تكون في معايدها 27 عشان يكون جدول الدوري في حسم وفي مراعاة لتكافؤ الفرص بين جميع الفرق لكن جانب آخر وهو الخطأ الأقطاء التحكمية وتحدث عنه الكابتن عيفة نصار أحد العيب ينادي الزمالك السابقين تعالوا نشوف أليه ونرجع نعقب مع الأسف أنه مش عايز أتكلم أصلا يعني ما جيبش سيرة خالص مباراة الأهلي والمقاولين الجنة الأولاني دوت ده فاول ولا مش فاول فاول خلاص وطلع حتى يعني كابتن ساميرو عثمان أهلاوي ما حصلش أهلاوي جامد جدا خلاص هو طلع بنفسه وقال لك قال لك كرة فاول وكانت مفروض تتعمل كابتن ساميرو عثمان رجل محترم قويب جدا جدا أنا بقولك هو رجل أهلاوي إنما بص لما أهلاوي بيطلع يقول لك لا دي فاول طب ما تحسبتش ليه الندي المقولين كسب ايه أو الأندية التانية اللي هي خسرت دي خسرت يعني لو الأهل يتعادل أو يتغلب مش كان فيه دلوقتي أندية ترتيبها يختلف طب هو السؤال بس ردا على سؤالك الأول هو لو الأهل يتعادل أو يتغلب ترتيب الأندية يختلف لا ترتيب الأندية مش هيختلف المقولين بعيدة عن نادي الآله بسبع نقاط المنافق الثالث بعيدة عن نادي الآله باثناشر نقطة وهو نادي الزمالك فأعتقد تعادل ما كانش هيغير في ترتيب الأندية دي وأعتقد دي يعني مش وجهة نظر مس سليمة أعتقد جبنة قبل كدعب واحد السيد وجمال حمزة هم ما بيتكلموا أن الأهلي في مكان تاني خالص فحجة التحكيم دي حجة لا تصلح النقطة الأهم خطأ اللي حصل اللي حصل عليه جدال أو القرى اللي حصل عليه جدال مش عايزة أقول خطأ لأن فيه تحكيم أراءة تحكمية قالت أنها هدف وفيه أراءة تحكمية قالت أنها فاول الغريب أنت بتقول سمير محمود عثمان أهلاوي ما عرفش أنت بتصنف التحكيم على أي أساس على رأيه ولا إيه ولكن فيه حكم آخر قال إن الكرة فمش فاول تعالوا نسمعه ونرجع نعك طبعا أنا عملت بوز هنا ليه أدي إيد لاعب الكرة طبعا اللي اتنين عندهم فرصة متساوية في لعب الكرة تمام لعب المقولين حضت إيده واجيه حضت إيده إذا مخالفتين فآن واحد بنفس القوة يستمر اللعب تبقى للقانون فيش خطأ مش كده تمام ماشي حد كده تمام يبقى كده خلاص نشوف بعد كده يحصل إيه بص هنا بقى مين اللي مستمر في الماسك لعب المولين والكرة مين اللي ممكن يستحوز عليها يبقى إذا النهاردة دي التفاصيل اللي أنا عايز أقول إحنا شفناها سريعا ممكن جدا في الأول نقول لها الكرة دي فال على نادي الأهل نعم أو على مهاجم النادي الأهل فطبعا هنا الخطأ أه بعد كده بيحصل لكن الخطأ هنا المستمر فيه لعب المولين وبالتالي وقع أجيه سقوط أجيه هو اللي خلي أجيه إيه يغبط فيه يغبط فيه بيقع إذا النهاردة استمرار اللعب يعتبر فرصة لأجيه وليست ضد لعب المولين إذا استمرار اللعب خلاص ده استمرار اللعب يجي هدف ما يجيش هدف ده أمر مش يعني الحكم يعني مهما يشايف ولا يعرفه نعم يعني لا يعرف الغيب إلا الله فطبعا هنا وزي من شايفين الواضح جدا أن لعب المولين هو الخطأ عليه وليس على أجيه نكون متفقين لما بيحصل الاختلاف أعتقد الخلاف رحمة زي ما بيقولوا في كده في القواعد أعتقد أحمد الشنوى فارس أكد على أن القرى ما فيهاش أي فاول والحياة كمان أنا بستغرب أن أنت بتتكلم في براءة انتهت 2-0 مطرود لعب من نادي الأهلي والأهلي بعشر لعبين سجل هدف التالي بص المبارة فنيا النادي الأهلي قدر يكسب فيها وبالعكس إحنا ما نحاولناش نتطرق لفكرة قرارات كتير جدا 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 للغندور في المباراة دي ولكن إحنا معنيين بحاجة تانية أكتر من فكرة ده في اللي كان فيه للأمانة رأي بيتكلم عن المخالفة في اللعبة ورأي مختلف فيها إحنا بنتكلم فيه رأي بيحاول يروج لفكرة اختلاف ترتيب الفرق واختلاف جدوى للدوري لو قرارات التحكمية اختلفت أو الترويج لفكرة ان النادي الأهلي كان المستفيد الأجوار هل ده رأي كابتن عفة نصر لوحده لا هنسمع أراء مختلفة ونرجع بقى نشوف التعقيب ونشوف مين اللي كان مركزه في الجدوى الدوري كان حيبقى في حتة تانية خالص نطلع نسمع كلام كابتن ريدا سيكا عن استفادة النادي الأهلي من التحكم أنت الأهلي ببقى عن دياف الدوري في تحسن في المستوى أو الأهلي فارغ فطبيعا أن الناس تحس أن الراجل عمل نتائج أو شكل مختلف الفري الوحيد اللي كسبان كل ما تشنته تبخذ الحتة دي سيبك من الموتش انت لسه بتتكلم أنا سامعك أن انت بتتكلم التحكم وده بيشتيك وده بيشتيك مضامة للنادي الأهلي مش بتاعتي مين أهلي لا حد كان بتكلم وانا جاي بر أن الأهلي أنا والله ما تفرجت عن مباراة طيب مباراة كان فيه قرار تحكيمي خاطئ اللي هو هدف آه الناس مؤترض على هدف الأهلي والدان 8 سنة اللي فاتت اكتر من 7 تمام وبردت رأي راحين كده لنادي الأهلي بذلك ما بيستفدش من التحكيم هو كمير خلينا في الأهلي الزمالك ما بيستفدش من التحكيم خلينا في الأهلي لا احنا هنخلينا في الفريقين هنستعرض ما يخص الزمالك وما يخص النادي الأهلي أحمد لأنه واضح إن ده وجهة نظر بيتم الترويج لها بدري جدا وإحنا في لحظة وضع النادي الأهلي فيها يسمح إن إحنا كمان نقول لكم إن اللعبة دي مش هتلعب من بدري أوه إحنا لها فرس جبنا عبدالوحد السيد كابتن جمال عبدالوحد سيد وكابتن جمال حمزة وهم بيتكلموا عن نادي الأهلي وإن النادي الأهلي في حتة تانية خالص وإن جدوى للدوري المربع الزهيب ممكن يتغير إلا النادي الأهلي أعتقد كنا قصدين إن إحنا نجيب ده عشان دي إعترافات ناس لعبت لنادي الزمالك انتماءها الأول لنادي الزمالك ولكن في حاجة كده واضحة وضوح الشمس وهي مستوى النادي الأهلي في الدوري اللي مش محتاج لأي مساعدات تحكمية وإن الأخطاء التحكمية اللي بتحصل غير مقصودة وكمان اللي حصلت في اتجاه النادي الأهلي لم تكن مؤثرة بشكل إيجابي على نتيجة أي مباراة أو أي نقطة حصلة لنادي الأهلي على عكس نادي الزمالك اللي استفاد تحكميا من أخطاء واضحة وصريحة ومباشرة ومؤثرة في نتيجة المباراة أضافت للزمالك خمس نقاط تعالوا مفكركم بالأخطاء التحكمية اللي استفاد فيها نادي الزمالك المسلم ده ده اللي احنا شايفينه طبعا الدفع هو دفع لكن هناك فرق بيننا بجري بلتحم على الكرة وبيبقى فيه اندفع يعني دفع بيني وبينك شيء طبيعي من أجلك لكن ما تم شيء يعني اللي هو يعقب بالخطأ طبعا الحاكم كان لازل يكون وقف في الحتة لانه بقول عليها دي هنا طبعا محمود علاء ما فيه شك الدفع واضح ويعني ودفع صارخ زي ما بيقوله دفع اللاعب يعني هادي واضح هنا بقى اللقوا تديلان عايزة هنا محمد يعني عنده رؤية فيه 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 بالنسباله يعني والخطأ واضح ما تقولش مش واضح يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل صهول يحتسب راكت الجزاء وراكت الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها حتى الاتنين طوعة الزمالك اللي وقفين شايفين الدفع الحاجات دي كلها لكن هي طبعا اقوى قرار ويعني زي ما بيقوله خدوا الحكم بعدم الاحتساب نيجي بعد كده راكت الجزاء هنا الناس يقولك ده التحام لا ده مش التحام طبيعي لان الكرة كرة لعب المقصة محمد إبراهيم واخد الكرة قدامه النهاردة مين اللي جاي من ورا لعب الزمالك اللي هو حمد النقاز النقاز دلوقتي الكرة اللي جاي انا كلاعب الكرة بتاعتي عندي الحق والملكاف اني انا احجز على كرتي واخدها احجز عليها شما حدش اخدها مني وده اللي عمله لاعب محمد إبراهيم وبالتالي اكبر بحمد النقاز اللي يرتكب ضد المخالفة وهي مخالفة انه هو حتى عمل حرك جسمه كده فبالتالي فاكت الجزاء موجودة والقرار الحكم مش موجود نشوف الحالة طبعا واضحة جدا بصوا بقى هنا بصوا حمد النقاز يعني ايد ودي رجلة هي يعني ايده ورجله يعني قدم ويد يد بتدفع ورجله بتعرق اذا الخطأ موجود وراكت الجزاء واضحة ولكن لم تحتسب هدف الزمالك الاولاني وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تزديدة والحارس بيعمل الطراي الحكم المكان بتاعه زينا موقف كده بيقول انه جات في ايده لكن مع الاعادة التليفزيونية ما جاتش في ايده خالص وبالتالي الركنية احتسبت ومفترض انها كانت احتسب راكلة مارمى فطبعا هنا بالشكل ده وجاء منها الهدف هو ده سبب اعتراض اعتراض لعب الهدف سبب انا اعترضوا ساعتها ده باعترضوا بعد ما دل انا بقدل كوديس هناك وتقول ده برافو كابتن حازم بتقول لي لاني لاني لو هو النهاردة حتى لو فيه فارة كابتن ايمن اللي حكم الفيديو اللي هو موجود لو بعد ما الكورة جات جول ما يقدرش يقوله هو هنا يقوله في الحتة دي قبل ما تتلعب الركنية لان لما تلعبت الركنية خلاص بقت لعبة تانية واستمر اللعب بلعبة تانية يعني تفاهم انقصده ليه طالما فيه قرار التاخد وجاء تنفذ القرار ده فتقدرش ترجع للقرار التاني طالما تتنفذ اللعب فبالتالي هنا الركنية تتلعبت وبقت هدف خلاص بقى واقع عليك انك تقبله وعشان نكون صدقين اكتر ضربة الجزاء اللي تحسبت للزمالك النهاردة غير صحيح وحنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي في الملخص حالة كانت مهمة في الديئة 45 من نشوط الاولانية في حالة فيه استضام بين لعيب نادي الجونة مع لعيب نادي الزمالك امين عمر كان موقعه ممتاز اما نيجي نبص بتاع تلعيب نادي الزمالك بهدوه كده اما نيجي نشوفها هي ارتفعت معنا على الارض اما ارتفعت على الارض هنشوفها من هنا عاقد طبعا تكملة لعيب الجونة تمام فهنا طبعا ده خطأ ركلة حرة مباشرة ولو كانت خارج منطقة الجزاء تبقى ركلة حرة مباشرة انما الكرة دي داخل منطقة الجزاء تبقى ركلة جزاء مش محتاجين نفكركم كل اسبوع بالاخطاء التحكمية لصالح نادي الزمالك ولكن الحقيقة اللي انا بيستغربله جدا انه بيطلع تصريحات من جانب المنتمين لنادي الزمالك يتكلموا عن الاخطاء التحكمية موضوع غريب جدا لا هو غريب ان فيه مفارقة يعني كابتن عفت نصار كان بيتكلم على مباراة المقاولين وممكن الناس وياه بتتفرج على الفيديو ما وقفتش عند اللقطة دي هدف الزمالك اللي من ركنية في المقاولين غير صحيحة في المقاولين يعني احنا لو هنتكلم اعتقد يا كابتن عفت ويا كابتن رضا نبعد بقى موضوع التحكم ولكن هل نادي الزمالك استفاد من التحكم دون ان يتضرر النادي الاهلي لا الزمالك استفاد من التحكم في اخطاء كتير جدا وكمان النادي الاهلي تضرر في لعبات واضحة نطلع نشوف الفيديو اخطاء تحكمية لصالح النادي الاهلي لم تحتسب نيجي بقى هنا لمست اليد طبعا دي ركل الجزاء ليه اللعيب بتاع الاسماعيلي ايده مش في الوضع الطبيعي وطلعت يعني ما كانتش بقى لو هي في الشكل ده اللي تحت لكني طلعت على وجه بالشكل ده هل نتأكد جات في ايده ولا في سيدره بس لا لا دي جات في ايده ماشي ما نعارب بس نكملها يعني البعض ممكن ولك كرة واحدة في السكة تفضل ركب هي طبعا جات في اليد وهنا لمست اليد طبعا بضحة جدا ركب الاساسي اتعد نفسه شوية هشوف ماشي يعني ما اختلفتش لكن دي ضربة جزاء طبعا ما اسكي ركبت نعم ركب الجزاء انا كان نفسي صباحي يحسب نعم ما عندوش حاجة غزغ بالظبط بعد كده انشوف تساله مع سامير جمال نعم اللعبة اللي جاية دي هل فيها تساله في كل مرة بالرد اعتقد الرد بيكون الوسيلة اللي بنوصق بيها قد ايه النادي الاهلي في مكان تاني بمجهوده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة